اليوم أحتفل بإشهار مجموعة القصصية أجنحة الخوف وهي عبارة عن 37 قصة قصيرة تتحدث عن مأساة المرأة الفلسطينية والطفل الفلسطيني خاصة في قطاع غزة المجموعة من إصدار قرد فضاءات النشر والفلسطين في الأردن وطبعا الصعوبات التي وجهتني هي سروب الوصول إلى الأماكن خارج قطاع غزة المخاصر وسروب الاستنام الكتب عند مرورها برمالة أولا ثم بمكاتب البريد ثانيا وصولا إلى قطاع غزة طبعا أنا بالنسبة للمجموعة القصصية هي نسوية بحتة الطبعة الأولى لها كانت في عام 2012 عام داء غريد في رمالة وكانت منحة طبعا الطبعة الثانية قضعت للتنقيق والزيادة في ورش الطريق للكتابة الإبداعية وطبعا الطبعة الأولى في الـ 2000 مباشرة طبعة الثانية صدرت حديثا في شهر واحد المتاضي القضايا مشاكل العام هي المشاكل التي تعاني منها المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال وتحت الثقافة المجتمعية الذكورية مثلا زي القتل على خلفية الشرف زي زواج المبكر زي سحق حقوقها وعدم منحة لحق في التعليم وحق في اختيار شريك الحياة أيضا أتكلم عن الحروب المتكررة على غزة والعن في الممارس عليه من قبل الاحتلال وأيضا من قبل المجتمع الذكوري في داخل غزة أجنحة الخوف صراحة في كل القصص ستجد هناك خوف في زاوية معينة سواء خوف من الفقر خوف من العنف خوف من الموت خوف من الجراح الخوف بشكل عام فأسميت أجنحة الخوف بذلك أنا صراحة أعلي صوت النساء من خلال القصص التي كتبتها لتصل إلى جميع أنحاء العالم وعندي نية في ترجمة هذه المجموعة خلال زمانتي في قصر العزلة في ألمانيا قريبة